نبدأ بالتحليل أم الأخبار؟ جي ما تحبك أنا معك نبدأ بالأخبار يلا بي نبدأ بالأخبار نبدأ بكهربا برضو مش طبعا كهربا محور اليوم النهار طبعا طبعا في خطاب جديد برسل الاتحاد الدولة يخص كهربا صحيح إيه بقى تفاصيل الخطاب؟ المحامي علي العباسي المحامي التونسي للاعب محمود عبد المنعم كهربا طبعا النهار ده كهربا شارك طبقا لما شرحناه سلفا يعني وقلنا ليه كهربا يشارك إن العقوبة القصوى 6 شهور خاصة إن كهربا تجاوز 28 سنة ودايما اتحاد الدولة حتى لو فيه عقوبة وفيه قطوات تصعيدية من النادي اللي هو في الحالة دي نادي الزمالك بيروح دايما في اتجاه إن اللعيب يلعب وبعدين نشوف قصة المديونيات أو الغرامة الموقعة على اللعب نهار ده السؤال قلنا علشها خليتنا قطعك تقول هل ده معناه إنه كهربا مش توقف تاني؟ لا طبعا طبعا عشان بس الكلام يتفهم لا طبعا ويتصور إنه الاتحاد الدولي حيستنى بس ياخد الزمالك ياخد الغرامة دون يكون في اللقاء مرة أخرى في مرحلتين المرحلة أولنية نادي زمالك قدم طلب للانجلة الانضباط اللي يتحدد لها جلسة عاجلة في 2 فبراير القادم طيب الاحتمالات 50-50 الأقرب الأقرب إنه كهربا ما يتوقفش ليه لأن في القرار السابق إنه إنت عشان توقع تغليز للعقوبة لازم تمر العقوبة القصوى داخل العقوبة العقوبة نفسها جوه في عقوبة على اللعيب وعقوبة على النادي أفس معاقب بتلت فترات قيد فعشان أعمل تغليز على اللاعب أنتظر العقوبة الأقصى داخل العقوبة اللي هي التلت فترات قيد اللي معمولية على نادي أفس اللي ينتهوا مع المريكات القادم ومشارحنا قصة ليه تفصيلا قبل كده طبعا النهاردة إيه اللي حصل؟ النهاردة المحامي علي العباسي المحامي التونسي المكلف بقضية محمول عبد المنام الكهرباء أسأل قطاب مفاده التالي أنه اللاعب شرح موقفه المالي شرح قيمة راتبه مع ناديه الحالي النادي الأهلي وأنه ما عندوش القدرة وما عندوش أي مصدر مالي وما عندوش أي مدخيل أخرى يقدر يسدد من خلالها الغرامة سواء كانت النص كما نصت عليه العقوبة الأولى أو كان الكل كما طلبه طولبة من نادي الزماريك أنه يدفع العقوبة كاملة في الحالتين هو ما عندوش أنه يقدر يدفع المبلغ ده وقال أن أنا بتقاضى كل مدخيله 15 مليون في السنة تقريبا عشان أقدر أسدد ده وأنا راضي تماما متقبل أن أنا أقدر أسدد ده فعشان أقدر أسدد أنا محتاج 5 سنين راتب حتى لو أنا بقيت بنفس العقد أو نفس الراتب اللي أنا مع ناديه الحالي خاصة أن أنا بمتلك تعاقد مع ناديه الحالي متبق فيه أربع سنوات أخرى فهل معنى بيقول أنه أنا موافق أدفع العقوبة أو الغرامة لكن أسطولي أسطولي على خمس سنين بمنتهى البساطة يعني أسطولي على خمس سنين ده مفاد اللي بعته نارده كاربا رغم أنه الراجل شارك لكن طبعا هو اللي عيد ما ريش علاقة وهو المحامي هو اللي بيسر هو اللي بيبعت هو اللي بيعمل كل حاجة الخطاب ده تم الاتفاق عليه منذ أيام وتم إرساله اليوم بعد تضمينه قانونا طبعا وسرده من خلال فقرات قانونية سردها المحامي علي العباسي للاتحاد الدولي قبل ما تنظر لجنة الانضباط في الأمر يوم 2 فبراير ده الرد بتاع اللاعب ولجنة الانضباط وارد جدا أن هي تقول لا التنفيذ الفوري للعقوبة وارد تقول التزام بالحد الأقصى للعقوبة لوها ثلاث فترات قد فبالتالي كهرباء هيقدر يكمل الموسم مع مهل للحد نهاية الموسم حتى يسدد الغرامة أو يوافقه على ما تقدم به بالتضامن ولازم موافقة نادي الزمالك لازم موافقة نادي الزمالك نادي الزمالك ليه غرامة هياخدها هياخدها إذا كانت بقى نص الكل عشان نقطة القديمة نادي الزمالك ليه غرامة هياخدها لكن هياخدها إزاي؟ وكهرباء هيلعب ولا مش هيلعب؟ هي دي الجيم القانوني اللي شغال دلوقتي لكن في النهاية محمول عبد المانوم كهرباء لعب اليوم شارك اليوم سجل اليوم ظهر بشكل جيد بدأت الرغبة واضحة تماما عن محمول عبد المانوم كهرباء إنه يستعيد جزء من مما قدمه خلال فترة السباق سواء تحديد مع ندي الزمالك أو تحجد أو منطق بمصر